بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والسبعون والخاص بمنهج السيكوريتي بلس شاهد تعلم واستمتع المهام الوظيفية الرئيسية ويتعني المهام الرئيسية لنظام أو عمل رئيسي والتي عند تعطلها تؤدي إلى تعطل كامل للنظام أو العمل وكلما كانت هذه المهام الرئيسية مهمة كلما أدى ذلك إلى تقليل مدة الامتدي له الحد الأقصى المسموح به للتوقف تحديد النظم الحرجة وهي عملية تحديد الأنظمة المهمة لعمل الموقع نقطة الفشل الواحدة وهي أي جهاز فردي أو خط اتصال أو مسار منفرد بحيث فشل هذا العنصر فإن الموقع سوف يحصل له تعطل وقد يتسبب ذلك بحصول خسائر ولتجنب ذلك يتم جعل البنية التحتية مصممة بالتكرار وذلك مع جميع العناصر المهمة بحيث يكون هذا العنصر مكرر برئيسي واحتياطي بحيث عند فشل الرئيسي وتوقفه يتم الانتقال إلى الاحتياطي مما يقدم لنا التوافرية التأثير هو قياس مقدار الضرر أو الخسارة التي يمكن أن تحدث أو ستحدث إذا تم حصول تهديد فما هي النسبة المئوية لخسارة قيمة الأصول التي يمكن أن تحدث إذا تحققت المخاطر مثل إذا وقع حجوم ما الحياة هناك وظائف تكون فيها حياة الإنسان معرضة للخطر وكذلك يوجد الكوارث الطبيعية والحرائق والانفجارات وغيرها من المخاطر التي قد تهدد حياة من يعملون في الموقع واحدة من مهام مسؤول حماية الموقع هي حماية المتواجدين في داخل هذا الموقع من هذه المخاطر المحتملة وتسعى المنظمات المختلفة غالبا تسعى لتوفير ما يقلل من المخاطر التي تهدد حياة المتواجدين في الموقع وهي مثل أجهزة الكشف عن الحرائق والوقاية منها كذلك توفير مخارج للطوارئ توفير طفايات حرائق وغيرها من النقاط التي انحصلت يعني مخاطر في داخل الموقع فيتم تقليل آثارها الملكية أي جهة غالبا بيكون لها ممتلكات خاصة فيها هذه الممتلكات على مسؤول الحماية المحافظة عليها من السرقة أو التخريب الفيزيائي أو البرمجي تشمل الممتلكات المرافق والمعدات وأجهزة الاتصالات والشبكات وأنظمة التخزين والبيانات السلامة تتعلق السلامة بحماية الموظفين ضد أي ضرر جسدي أو نفسي أثناء وجودهم في الموقع وآداءهم لوظائفهم مثل توفير الإضاءة المناسبة وأرضيات ثابتة توفير الحواجز الجانبية في السلالم توفير شنط الإسعافات الأولية وغيرها من الأمور المتعلقة بسلامة الموظفين والتي تعطينا بيئة عمل آمنة المالية يمكن أن يكون لخرق الحماية تأثير على أموال الجهة التي فيها حصل هذا الخرق الأمني حيث أن التعافي من الخرق الأمني مثل التسلل يمكن أن يكون باهظ الثمن خصوصا إذا كان يجب استبدال الأجهزة أو تم رفع دعاوي قضائية ضد الجهة المسؤولة عن أو اللي ضد الجهة التي قامت بعملية الخرق وإذا كان هناك حاجة طبعا أو تم رفع دعاوي قضائية ضد الجهة اللي إحنا مسؤولين عن حمايتها لأن الخرق هذا مثلا أدى إلى تسريب بيانات وخلافه وإذا كان هناك حاجة إلى تحقيق واسع النطاق للتخلص من الأضرار أو الأكواد الضارة أو لجمع الأدلة حول من المسؤول عن الخرق أمني معين هذه كلها بتدخل ضمن التكاليف المالية أو بتؤدي إلى تكاليف مالية السمعة من الممكن أن يتسبب الخرق الأمني أو الاختراقات في إلحاق ضرر بسمعة المنظمة مما يؤثر بشكل سلبي مباشر على المبيعات والأعمال المستقبلية فمثلا لو كانت هذه المنظمة بتتعامل مع سجلات فيها نوع من الخصوصية والسرية فإذا كان يحصل اختراقات ويتم تسريب البيانات الخاصة بالعملاء والتي هي المفروض تكون سرية فعندها سمعة هذه الجهة رح تتأثر والناس والمتمثلين في العملاء رح يبدأوا يعني يحاول أن يجدوا بديل عن هذه المؤسسة أو المنظمة كونها أصبحت ذات سمعة سيئة من ناحية عدم تقديم الحماية لمعلومات العملاء التي يشتركوا فيها وتقديم الخصوصية لهذه البيانات هذا كمثال على تضرر السمعة بسبب الاختراقات الأمنية تقييم تأثير الخصوصية والذي يتم اختصاره بالPIA وهي أداة تستخدم لتحديد المخاطر التي تهدد الخصوصية وكيفية التخفيف من هذه المخاطر عندنا هنا تقييم حد الخصوصية التي هي اختصار PTA وهي عملية تصنيف للبيانات من ناحية درجة الخصوصية وعمل تقييم لهذا التصنيف لتجنب أي أخطاء في تصنيف خصوصية البيانات التي لدينا عمليات ومفاهيم إدارة المخاطر واحدة من النقاط أو من ضمن الحماية الرقمية هي منع فقدان البيانات أو الإفصاح عنها لغير المصرح لهم وإحدى العناصر التي يتم استخدامها لتحقيق ذلك هي إدارة المخاطر بحيث يتم من خلالها تحديد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تلف البيانات أو كشفها ومن ثم اتخاذ التدابير للتصدي لهذه العوامل بحيث من خلال إدارة المخاطر يتم تقليل آثار هذه المخاطر إلى مستوى مقبول والمستوى المقبول عملية تحديد تعتمد على الجهة المسؤولين عن حمايتها حيث أنها تحدد قيمة البيانات والأصول وترجة السرية وهذا بالطبع يحدد قيمة الميزانية المخصصة لأمن المعلومات مع العلم أنه من المستحيل تصميم وتطبيق بيئة خالية تماما من المخاطر ومع ذلك في كثير من الأحيان قليل من الجهد يتم التقليل من حد المخاطر بشكل كبير المخاطر التي تهدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ليست كلها رقمية فهناك العديد من المخاطر التي هي ليست رقمية وتهدد تكنولوجيا المعلومات وبالتالي من المهم مراعاة جميع المخاطر المحتملة عند إجراء تقييم للمخاطر المحتملة وسوف تحتاج إلى الجمع فيما بين الحماية الرقمية والحماية الفيزيائية ويشمل تحليل بيئة المخاطر تقييم كل خطر من حيث احتمالية حدوثه وتكلفة الأضرار التي ستحدث إن حدث هذا الخطر وتحديد ما هي التدابير الوقائية للتسطي لهذا أو لمجموعة المخاطر والتكلفة لهذه التدابير بحيث يتم وضعه في تقرير ورفعه للإدارة عملية إدارة المخاطر تتطلب أيضا تقييم لجميع الأصول داخل المنظمة لأنه بدون التقييم الصحيح للأصول فلن نتمكن من تحديد الأولويات والمقارنة فيما بين المخاطر مع الخسائر المحتملة تقييم التهديد مهما بلغت الإجراءات الأمنية فهناك دائما احتمالية لحصول تهديد في الموقع وتسببه في إلحاق الضرر والكوارث تحدث بشكل أو بآخر سواء كانت كارثة طبيعية مثل إعصار أو زلزال أو كارثة من صنع الإنسان مثل التسبب بالحرائق أو حصول انفجار لأنابيب المياه أو محاولات التسلل أو الاختراق الفيزيائي أو الرقمي وبالتالي المنظمة القوية بتملك خطط وإجراءات احترازية لتساعدها في التخفيف من آثار الكارثة عند حصولها وتسريع عملية العودة إلى العمليات الخاصة بالعمل بسرعة وبشكل طبيعي لدينا التهديدات البيئية وهي الكوارث الطبيعية والتي تتسبب فيها الطبيعة الأم التهديدات البيئية ممكن أن تؤدي ما بين انقطاع بسيط لمهام العمل وقد تزداد حتى تصل إلى ضرر كبير للأنظمة والبنية التحتية وقد تؤدي الكارثة البيئية بإلحاق ضرر وتعطيل المنظمة بشكل كامل تهديدات من صنع الإنسان وهو أي خرق أمني أو ضرر تسبب به شخص ما هذه الأفعال تتراوح ما بين السرقة والتخريب وسرقة البيانات وقد تصل للحروب والهجمات المسلحة عندنا التهديدات الداخلية مقابل التهديدات الخارجية التهديدات بتتواجد بنوعين رئيسيين وهما تهديدات مصدرها من داخل الموقع مثل أن تكون ساطرة من الموظفين الذين يعملون في داخل الموقع والهجمات الخارجية القادمة من خارج الموقع المهاجمين من الخارج بيكون لديهم الكثير من الوقت لتنفيذ هجماتهم والعمل عليها بينما المهاجمين من الداخل فرصهم أكبر من ناحية تسببهم في أضرار كبيرة ودائما للموقع لذلك أي جهة تحتاج إلى تقييم الهجمات من كل النوعين والأخذ بما يتسطى ويقلل من آثار هذه الهجمات تقييم المخاطر تحديد وحساب المخاطر المحتملة هو جزء أساسي من حماية أي جهة حيث تكون المخاطر في المنتصف فيما بين التهديد والأصول ونقاط الضعف حيث بعد تحديد هذه الثلاثة نقاط يظهر لنا المخاطر المحتملة يتم في البدء معرفة ما هي الأصول الموجودة لأننا لن نعرف ما الذي يحتاج إلى حماية إذا لم نكن على علم الموجود لدينا فلن نعرف ما الذي يجب حمايته ومن ثم نحدد ما هي درجة الأهمية فيما بين هذه الأصول بحيث نبدأ الحماية بالأهم فالمهم فنقوم بتحديد أصل من الأصول ومن ثم تحديد نقاط الضعف والتهديد اللي ممكن يصيب هذا الأصل أو مجموعة التهديدات الموجودة في هذا الأصل وبالتالي تتضمن عملية تقييم المخاطر تقييم كل من الأصول ونقاط الضعف والتهديدات الـ SLE وهي اختصار لتوقع خسارة واحدة وهي عملية حساب للخسارة المحتملة في حال تحققت إحدى المخاطر حيث هنا يتم تحديد النسبة المئوية من ناحية خسارة قيمة الأصول التي تعرضت إلى الخطر ونستطيع التنبؤ بحجم الخسارة بتحديد المبلغ المالي أو النسبة المئوية بالاستناد إلى المخاطر التي حدثت في الماضي وتم تحديد خسائرها بحيث يتم القياس عليها بما قد يحدث في المستقبل الـ ALE اللي هي اختصار الخسارة السنوية المتوقعة وهي الخسارة السنوية المحتملة لكل خطر ويتم ترتيب هذا الإحصاء أو الـ ALE ترتيب من الخطر الأكبر ذات التكلفة الأعلى على المنظمة ومن ثم الأقل والأقل وبناء على هذا الترتيب فسوف يتم أيضا أو نحن نتمكن من ترتيب أولويات الحماية على ما تكون خسارة أكبر للمنظمة هناك عوامل يجب مراعاتها وهي كالتالي يجب أن تكون الإجراءات المضادة أقل من قيمة الأصول ويجب أن تكون تكلفة الإجراءات المضادة أقل من الفائدة التي تعود من الأصل الذي نقوم بحمايته كذلك يجب عند تطبيق الإجراءات المضادة أن تجعل تكلفة الهجوم أكبر وأصعب على مرتكب الجريمة مما سوف يستفيد المهاجب من الهجوم يجب أن تكون الإجراءات المضادة قابلة للاختبار ويمكن التحقق منها يجب أن تتطلب الإجراءات المضادة الحد الأدنى من التداخل البشري عند إعدادها وتطبيقها يجب أن يكون الإجراءات المضادة مقاوما للعبث يجب أن يتمكن المصرح لهم من الدخول على الإجراءات المضادة وإدارتها لحسن الحظ لن نحتاج دائما إلى تطبيق إجراءات مضادة لكل تهديد محتمل فغالبا إجراء مضادة واحد يقوم بالتسطي لمجموعة من التهديدات ARO معدل الحدوث السنوي وهو يحدث عدد الاحتمالات لحدوث تهديد معين خلال السنة ويتم تشجيلها في داخل سجل ARO وهذه البيانات المتمثلة في عدد الاحتمالات لحدوث كل تهديد سنويا من خلال السجلات السابقة للموقع أو عن طريق جهة متخصصة أو عن طريق تخمين ARO قيمة الأصول الأصول هي ما تمتلكه أي جهة مثل جهة حكومية أو شركة ويتم حساب قيمة الأصول بمزيج من القيمة الملموسة وغير الملموسة والمصروفات والتكاليف ويتم التنبؤ بحجم الخسارة الذي سوف تتكبدها الجهة المالكة في حال لم يعد هذا الأصل متاحا أو خرج عن الخدمة سجل المخاطر وهو مستناد يقوم بجرد كافة المخاطر المحددة لمنظمة أو نظام بحيث يتتبع عن شدة إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر عندي هنا رقم واحد تحديد المخاطر رقم اثنين تقييم شدة وتحديد أولويات هذه المخاطر رقم ثلاثة وصف الاستجابات للحد من المخاطر أو القضاء عليها ورقم أربعة تتبع التقدم الذي تم إحرازه في التخفيف من هذه المخاطر محتمل الحدوث هو قياس احتمالية أن التهديد سوف يصبح محققا داخل فترة زمنية محددة في ضمن نطاق المخاطر ويتم فيه الاستعانة بالارو أو معدل الحدوث السنوي تقييم سلسلة التوريد عند تقييم المخاطر في جهة ما فمن المهم مراعاة العوامل الخارجية التي يمكنها أن تؤثر على هذه الجهة خاصة فيما يتعلق باستقرارها وتوفير الموارد لها فمثلا ما هي الموارد التي يتم توريدها لهذه الجهة لكي تقوم بعملها هل لو حصل انقطاع في التوريد هل سوف تتأثر أعمال هذه الجهة وفي حال الانقطاع هل لدى هذه الجهة فائض تخزيني من الممكن استخدامه عند انقطاع التوريد هل المورد يقوم بتوريد ما هو جاهز لديه أم أن هذا المورد يقوم بتصنيعه وما هي البدائل المتوفرة في حال توقف المورد عن التوريد وما هي الفترة التي يتم استهلاكها للوصول إلى البديل التأثير الهدف من إدارة المخاطر هو تقليل التأثير الناتج عن هذه المخاطر لذلك من علامات نجاح إدارة المخاطر أو فشلها هو معدل انخفاض أو ارتفاع التأثير بالمخاطر الكم وهو تحليل المخاطر الكمي تبدأ أغلب عمليات إدارة المخاطر بالتقييم بشكل فردي وتأثيرها النهائي على جهة ما وهناك نوعان من منهجيات تقييم المخاطر اللي هي الكمية والنوعية ويتم التقييم للملموس والغير ملموس لكل أصل بحيث كلها ضروري لتحليل المخاطر الكاملة ينتج عن طريقة الكم نسبة الاحتمال الملموسة لمستويات المخاطر والخسارة المحتملة وتكلفة التدابير المضاطة بحيث يكون التحليل الكمي كعملية لتحديد كمية المخاطر ويوجد لدينا خطوات ومراحل ستة في التحليل الكمي للمخاطر عندي رقم واحد اللي هي جرد الأصول الموجودة في الموقع وتشجيله طبعا جرد هذه الأصول وتشجيلها اللي موجودة عندي في داخل الموقع رقم اثنين البحث في كل أصل من الأصول وعمل قائمة بجميع التهديدات المحتملة رقم ثلاثة إجراء التحليل لحساب احتمالية حدوث كل تهديد خلال سنة واحدة رقم أربعة حساب الخسارة الكلية المحتملة لكل تهديد ضمن الـ ALE الخسارة السنوية المتوقعة رقم خمسة البحث في التدابير المضاطة لكل تهديد ثم حساب التغييرات على الـ ERO اللي هو معدل الحدوث السنوي والـ ALE الخسارة السنوية المتوقعة على أساس التدابير المضاطة المدبقة رقم ستة إجراء تحليل للتكلفة والعائد لكل إجراء مضاط لكل تهديد لكل أصل من الأصول وتحديد الأنسب من ناحية الاستجابة لكل تهديد عندنا هنا النوعي وهو تحليل المخاطر النوعي وهنا يتم ددلا من حساب قيمة التكلفة المالية يتم ترتيب التهديدات على نطاق لتقييم المخاطر والتكاليف والأثر الاختبار قد تتظل بإدارة المخاطر استخدام الاختبار لتحديد بعض أشكال أو أنواع المخاطر وقد يشمل اختبار الاختراق واختبار نقاط الضعف في عملية إدراج المشاكل على مستوى النظام والبرمجيات ليتم التخفيف من آثارها والتسطيلها اختبار الاختراق المصرح به عملية اختبار الاختراق يقوم بها من لديه خبرة في عملية الاختراق بحيث يقوم بمحاولة الاختراق لاكتشاف الثغرات الأمنية ليتم سدها وقبل اجراء اختبار الاختراق يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا لإجراء هذا الاختبار حتى لا يتم اعتبارها جريمة إلكترونية وتصبح قضية جنائية اختبار نقاط الضعف المصرح به ومثل اختبار الاختراق يجب الحصول على إذن من الإدارة العليا لإجراء اختبار نقاط الضعف ومن خلال هذا الاختبار يتم اكتشاف نقاط الضعف الموجودة ليتم سدها تقنيات الاستجابة للمخاطر عندما يتم تشجيل النتائج الخاصة بتحليل المخاطر يتوفر لدينا التالي تقييم كامل ومفصل لجميع الأصول قائمة شاملة لجميع التهديدات والمخاطر ومعدلات الحدود والخسائر إذا تم توقحها قائمة بالتتابير المضادة الخاصة بالتهديدات والتي تم تحديد فعاليتها مع الـ ALE اللي هي الخسارة السنوية المتوقعة تحليل للتكلفة والعائد لكل إجراءات الحماية هذه المعلومات ضرورية للإدارة لاتخاذ قرارات مدروسة وذكية حول تنفيذ الحماية وتعديلات السياسة الأمنية وبمجرد اكتمال تحليل المخاطر يجب على الإدارة معالجة كل خطر محدد ويوجد دينا عدد من الردود المحتملة للمخاطر وهي كالتالي عندي القبول أو تحمل تعيين أو نقل تجنب تقليل أو تخفيف رفض أو تجاهل بالنسبة للقبول أو تحمل المخاطر وهو ينتج عن تقييم من خلال تحليل التكلفة والعائد حيث أن تكلفة التتابير المضاطة تفوق التكلفة المحتملة للخسارة بسبب المخاطرة وهذا يعني أيضا أن الإدارة قد وافقت على قبول العواقب والخسارة في حال تحققت المخاطر وفي أغلب الحالات قبول المخاطر يتطلب بيانات مكتوبة بوضوح يشير إلى سبب عدم تنفيذ التدابير المضاطة ومن المسؤول عن القرار وعان الخسارة إذا حصلت المخاطرة وبأن هذه الجهة قادرة على استيعاب الخسارة المرتبطة بهذه المخاطرة تعيين المخاطر أو نقل المخاطر وهي تعني وضع تكلفة الخسارة التي يمثلها الخطر على كيان أو منظمة أخرى مثل التعاقد مع شركة تأمين تجنب المخاطر وهي عملية اختيار البديل من الخيارات أو الأنشطة التي تنطوي على مخاطر أقل مثل لو كان لدينا مدينة مشهورة بحدوث الزلازل بشكل متكرر فالممكن تجنب خطر هذه الزلازل عن طريق جعل الموقع في مدينة أخرى لا تتعرض للزلازل أو نسبة تعرضها للزلازل بسيط تقليل المخاطر أو التخفيف منها هي عملية تنفيذ للتدابير المضاطة للقضاء على نقاط الضعف أو منع التهديدات ويتم اختيار الأكثر فعالية ويعتبر الإجراء المضاط جزءا من إدارة المخاطر ولكنه ليس عنصرا لتقييم المخاطر فهو فعليا يتم بعد تقييم المخاطر وتحليلها كل جهة تختار إحدى هذه الخمسة أو أكثر كتقنيات للاستجابة للمخاطر ولكن بالطبع من غير المقبول هو أن يتم تجاهل المخاطر وعدم الاستجابة لها فنفي وجود خطر ما أو الأمل في عدم حدوثه هو أمر غير صحيح وغير عقلاني خطة الاستجابة للحوادث IRP السبب الأكثر شيوعا لعدم الإبلاغ عن الحوادث هو عدم التعرف عليها مطلقا فقد تحدث العديد من انتهاكات السياسة الأمنية كل يوم ولكن إذا لم يكن لديك طريقة من التعرف على هذه الانتهاكات فلن تعرف أنها انتهاك لذلك يجب إنشاء سياسة أمنية مناسبة للموقع والأعمال التي يتم في داخل هذا الموقع ويتم في داخل السياسة ذكر جميع الانتهاكات المحتملة وطرق كشفها وأن تكون هذه السياسة الأمنية قابلة للتحديد لتواكب ظهور أنواع جديدة من الانتهاكات والهجمات وما يتم عمله عند حدوث حادث هو يعتمد على نوع الحادث ونطاق الضرر ويتم نشر السياسة الأمنية على الموطفين الموجودين في الموقع لكي يلتزموا بها وإن لاحظوا أي انتهاك فيقوموا بتبليغ مسؤول الحماية بالموقع كذلك بعض الدول تحتوي على قانون يجعل أي جهة تتعرض لبعض الحوادث ذات الاهتمام الجنائي أن يتم الإبلاغ عنها مثل الهجمات التي تستهتف المؤسسات المالية أو سرقة المعلومات السرية للأفراد لكي تقوم هذه الجهة الحكومية بإخطار الأفراد المتضررين بالانتهاك كذلك قد يكون الموقع ملزم بتبليغ شركاء الأعمال عن أي انتهاكات أمنية فمثلا لدينا شركات البطاقات الاعتمانية اللي هي ماستر كارد وفيزا وتسكافري فأي تاجر يتعامل مع معلومات البطاقات الاعتمانية عند حصول حادث انتهاك مثل سرقة هذه المعلومات فيتوجب عليه مباشرة إبلاغ شركة البطاقات الاعتمانية لكي تقوم بتبليغ مثلا أصحاب هذه البطاقات أو ممكن حتى تغيير المعلومات لكي يتم تفادي الأضرار الناتجة عن هذا الانتهاك تحتاج كل مؤسسة إلى خطة استجابة للحوادث اللي تعرف اختصارا بالIRP ويتم معرفة كيفية منع الحوادث وكيفية اكتشافها والاستجابة لها ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي عند الانتهاء من الحادث والحادث هو أي انتهاك لسياسة أمن الموقع والتعامل مع الحادث يوجد بثلاثة مستويات رئيسية فيتم التعامل مع الحوادث البسيطة بواسطة المسؤولين عن حماية الموقع ويتم التعامل مع الحوادث الجنائية عن طريق الجهات القانونية أما باقي الحوادث الأخرى يتم التعامل معها من قبل الموقع بناء على الIRP الخاصة بهم أنواع الوثائق أو أنواع الحوادث الموثقة وتعريف أو تعريفات الفئة هناك عدد من الطرق لتصميف الحوادث وعندنا أربعة فئات عامة عندي الفحص أو المسح عندي خرق البيانات عندي كود برمجيطار عندي الحرمان من الخدمة وتعتبر هذه المناطق الأربعة هي نقاط الدخول الأساسية للمهاجمين للتأثير على النظام ويتم التركيز على هذه المجالات الأربعة لإنشاء استراتيجية نظام مراقبة أو أنظمة مراقبة فعالة تكشف الحوادث وعلى مسؤول الحماية أن يتعرف على بيئة تكنولوجيا المعلومات ومعرفة أين يتم البحث عن علامات تنبيه لكل نوع من أنواع الحوادث الأدوار والمسؤوليات يجب أن توضح الـ IRP أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء فريق الاستجابة للحادث المسؤولية العامة تشمل الوقاية والكشف والاستجابة فالبداية تتم من خلال منع حدوث الحادث ولكن إن حدث فمن الضروري اكتشافه من أجل التمكن من القيام بالرد بالشكل الصحيح الاستجابة للحوادث عادة تشمل الاحتواء والقضاء واستعادة العمليات العادية ويتم تحديد شخص مسؤول عن الاستجابة عن الحادث أو مجموعة على شكل فريق استجابة الحوادث متطلبات الإبلاغ والتصعيد بعد احتواء الحادث يكون فريق الاستجابة للحوادث مسؤولا بالكامل عن توثيق الحادث وتقديم توصيات حول كيفية تحسين بيئة العمل لمنع تكرار الحادث ويتم توفير سجل الحوادث وذلك الاستخدام داخليا أو لمشاركة مع جهات خارجية بحيث في هذا السجل يتم تشجيل الحادث الذي حدث وكيفية الاستجابة له والإدارة العليا يجب أن تتلقى اختارا بالحوادث التي تحدث في الموقع وقد يصل الاخطار إلى المكتب القانوني والعلاقات العامة وموظفي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها من الجهات التي يتم تبليغها بحدوث الحادث وإذا كان الحادث جنائي فيتم إبلاغ الجهات القانونية وكلما كان الضررا ناجم عن الحادث كبير أو معقد فقد يتطلب الأمر عمل تصعيد للمنظفين والأقسام المختلفة فرق الاستجابة للحوادث السبرانية العديد من المنظمات لديها الآن فريق متخصص بالاستجابة للحوادث الأمنية الإلكترونية بحيث عندما يحدث الحادث فسوف يكون لدى فريق الاستجابة أربعة مستويات أساسية وهي تحديد مقدار ونطاق الضرر الناجم عن الحادث رقم اثنين تحديد ما إذا كان قد تم اختراق أي معلومات سرية خلال الحادث رقم ثلاثة تنفيذ أي إجراءات لعملية الركافري التي هي عملية الاستعادة وذلك لاستعادة الأمن والتعافي من الأضرار الناجمة عن هذا الحادث رقم أربعة لشراف على تنفيذ أي تدابير أمنية إضافية ضرورية لتحسين الحماية ومنع تكرار الحادث عندما يتم تجميع فريق الاستجابة للحوادث فيتم تصميم وظائف متعددة في داخل الفريق ما بين إدارة وتقنية التدريب من العناصر المهمة لفريق الاستجابة للحوادث هي التدريب المستمر من خلال المحاكاة وتدريب الأعضاء والمشاركة في المؤتمرات الأمنية والدورات والتعليم المستمر مما يزيد من الآداء ويزيد من سرعة الاستجابة عملية الاستجابة للحوادث عند حدوث خرق أو انتهاك أمني وحدث فيجب اتباع إجراءات الاستجابة للحوادث وأهم هذه الإجراءات هي احتواء الحادث وتجميع الأدلة والحفاظ عليها وقد تتطلب ذلك فصل الاتصال عن الأنظمة وأخذ نسخ احتياطية والصور مما هو موجود على محركات الأقراص يوجد دينا هنا الاستراتيجية الخاصة بالاستجابة للحوادث وهي تتمثل في أربعة خطوات أو أربعة مراحل وهي التجهيز أو الإعداد ومن ثم التحري والتحليل الاحتواء أو الاستقصال والتعافي تجهيل نشاط الحادث التجهيز أو الإعداد يعتبر التجهيز ضروريا لضمان نجاح التسطي للحوادث من خروقات أمنية والكوارث والتجهيز يشمل تحديد الإجراءات المتبعة في الاستجابة للحوادث وتعم بيئة ضد الحوادث وتحسين طرق الكشف عن هذه الحوادث وتخصيص الموارد المناسبة لمعالجة الحوادث وتحسين وقت التعافي مع تقليل الخسائر والتكاليف الناتجة عن الحوادث ويجب وضع سياسة الاستجابة للحوادث التي تعالج الجوانب المختلفة للتعامل مع الحوادث التعرف تتمثل الخطوة الأولى في الاستجابة لحادث ما هو الاكتشاف والتعرف على هذا الحادث والإدراك بأنه يحدث وبدون ذلك فقد يحدث الحادث ويندهي ولا يتم التنبه له إلا لاحقا عند جرد الخسائر الناتجة عنه وبالتالي سوف نحتاج إلى تحسين وسائل الكشف عن الانتهاكات الأمنية ومراقبة الآداء والكشف عن الأنشطة الغير طبيعية بمجرد أن يتم التعرف على الحادث فيجب توثيق البيانات المتعلقة بالحادث ويجب على فريق الاستجابة للحوادث الأخذ في الاعتبار حالة البيئة التي قد حدث فيها هذا الحادث ومحاولة استنتاج سبب الحادث مما يساعد في تحديد نطاق السبب وقد يكون هناك حاجة لطرح أسئلة أخرى مثل ما هي الأنظمة التي تأثرت هل المصدر داخلي أم خارجي هل كان الهجوم قائما على حركة مرور الشبكة ما الشبكات الفرعية التي تأثرت ما الأنظمة التي قد يكون قد تم الوصول إليها من قبل المخترق ما هي الموارد التي تم الوصول إليها ما هو مستوى الامتياز أو مستوى الحساب الذي تم استخدامه ما هي المعلومات أو البيانات التي تعرضت للخطر هل كان الهجوم من مصدر واحد أم كان من مصادر متعددة هل هو يعتبر تكرير الهجوم سابق هل تم استخدام أكواد برمجية ضارة هل الإصابة معدية هل حصل انتهاك للخصوصية هل يوجد لدينا أنظمة أخرى لديها نقاط ضعف مماثلة عند الحصول على الإجابات هذه الأسئلة فيتم كتابتها في تقرير الحادث الاحتواء عندما يحدث الحادث فأول ما نحاول القيام به هو احتواء هذا الحادث بحيث نقوم بمنع الضرر من التوسع والانتشار أكثر بحيث لا ينتشر ضرر الحادث إلى أنظمة وموارد أخرى ويتم ذلك من خلال عمل حجر وعزل للمنطقة المتأثرة مثل لو كان لدي قسم في الشبكة متأثر فأقوم بعزله عن باقي الأقسام أو لو كان لدي جهاز في الشبكة مصاب فأقوم بفصله من الشبكة الاستئصال عندما يتم احتواء الحادث بحيث يتم القضاء على احتمال حدوث ضرر إضافي ناتج عنه بعد ذلك يتم الاستئصال أي إزالة الحادث وإزالة أسباب الحادث مثل إزالة البرامج المتضررة أو إزالة البرمجيات الضارة وتغيير الإعدادات بحيث نقوم بكل ما يستأصر الحادث ومسبباته التعافي وهي تعني استعادة الحالة في الموقع لما كانت عليه قبل الحادث وقد تضمن استعادة النسخة الاحتياطية من إعدادات وبيانات الدروس المستفادة وتعتبر الخطوة الأخيرة في الاستجابة للحادث حيث بعد الحادث والانتهاء من التعامل معه والقضاء عليه يتم تحديد ما الذي تم الاستفادة منه كدروس فيما حدث مثل ما الذي تسبب بالحادث لنقوم بإلغاء السبب لمنع تكرار الحادث كذلك كيفية التعامل والاستجابة مع الحادث هل كان فيها خلل ليتم معالجته مما يؤدي إلى التعامل أو التعلم من الأخطاء وتحسين الاستجابة مستقبلا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة